نروح للنادي الأهلي وخبر مهم أيضاً بحسب معلوماتنا في رقم 10 في تفكير داخل إدارة النادي الأهلي وشركة الكرة بشأن التعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل كنت تكلمت عنه مبارح يوسف أيمن مدافع مصري قطري بيلعب في الدحيل القطري الأهلي بيفكر أن يتعاقد معاه لمدة موسم واحد فقط على سبيل الأعارة ده طبعاً بعد مخلص محمد عبد المنام أصبح قريب جداً من الرحيل عن النادي الأهلي طيب هما ليه؟ عايزين يجيبوه سنة على سبيل الأعارة بالمناسبة هو جيل محمد عبد المنعم يعني اللعب ده من جيل محمد عبد المنعم هو عايز النادي الأهلي يجربوا الأول يشوفوا هل هو فعلاً مدافع يعني الفيديوهات مبدئياً كويسة بس اللعب مش عايز يشتريه إلا ما يتأكد مية في المية أنه مفيد للفريق فغالباً هيتم استعارته مع بند للشراء اشتركوا في القناة